حوار أخوي مع صديقنا الأستاذ محمد التميمي من مدينة إحنا كلنا في مدينة أتوا بس عشان الحضر أو الإيقاف التنقل بين الأماكن فقررنا نستخدم السوشيل ميديا اليوم عشان نحكي معكم هنحكي عن موضوع يمكن يكون شوية غريب هيك اسمه فلسفة الإنسان مع الوباء مواضيع كتير رح تكون رح نشوف إذا أنتو عندكو أي استفسارات حنجاوب عليها حابب الأستاذ محمد يبدأ معنا تفضل أستاذ محمد الله يساعدك أهلين دكتور جمال يعني أول شي بشكرك على هذه المبادرة الرائعة اللي عودتنا عليها دائما وحقيقة جهود اللي منشوفك بتقوم فيها وبتبذلها في وقت الأزمات جهود مميزة وصرنا نسميك مرجع مرجعنا في الكورونا في الوباء لا في الكورونا والتحديات فنشكرك على هذا الجهود المميزة صراحة أنا بنعطي صورة كويسة من خلالك عن العرب لكل المجتمعات وبارك الله فيك الله يبارك لكم طيب الآن سمعنا كثيرا في بداية وباء الكورونا اللي حصل إنه في ناس خرجوا وحكوا إنه هذا وباء من الله سبحانه وتعالى وعقاب لدولة الصين على ما تقوم به من إجراءات ضد إخواننا المسلمين في الإيغور وأنا صراحة شخصيا أعملت فيديو في هذا الوقت وكنت معارض لهذه الفكرة لأنه في البداية خلينا نحكي إنه أي شيء يحصل على الأرض أكيد بقدر الله وتقديره ولكن موضوع الأشخاص اللي خرجوا ومنهم رجال دين وأشخاص ليس لهم خاص في الدين فهو الموضوع خلط الحابل بن نابل خرجوا وبدأوا يضعوا تفسيرات ويضعوا احتمالات ربانية يعني هما أنا ما بعرف من هو ذلك الإنسان أو الشخص أو الملاك اللي نزل عليهم وبلغهم إنه الله سبحانه وتعالى هو من أراد بذلك عقابا طبعا إحنا عارفين إنه في آيات كثيرة تبين إنه كل شيء هو من جنود الله وأن الله سبحانه وتعالى صاحب الرؤية في من يرسل عليه العقاب ومن يرسل عليه النعمة وهذا لا ننكره لكن من الذي يسمح لنا إحنا كأشخاص أن نقول أن هذا عقاب أو ثواب يعني في نظريات الآن عم تطلع أن الصين بالعكس استفادت من الموضوع وفي علميا الآن الصين أثبتت للعالم أنها أنهت هذا الفيروس وأنا حكيت يمكن في أحد فيديوهاتي السابقة أنه فقهيا إذا الصين استطاعت طبعا هذا الحكي قبل شهر ونص إذا الصين استطاعت أن تنهي الفيروس فهي بالتالي قضت على قضاء الله اللي هو كان مفروض أنه ينهيها فالموضوع بدخل الناس أصلا في مشاكل فقهية ومشاكل عقائدية لكن المشكلة الآن اللي بدأت تتفاقم وأنا بدياك تدخل معنا في موضوعنا هون أنه إغلاق المساجد الناس صارت طبعا وإغلاق الكنائس وأماكن العبادة بشكل عام فالناس بدأت تحكي أنه كمان هذا عقاب علينا وبردات برضو تفتي بنفس الفتوى شو رأيك أنت في الموضوع أول شيء يعني الموضوع هذا كله بندرج تحت بند أو عنوان الظن يعني إحنا نتكلم في أمر غيبي اليوم إذا بدنا نحكي أنه هذا عقاب أو ابتلاء أو امتحان أو سنة من السنن إحنا نتكلم عن أمر غيبي ما في عنا يقين فيه ولا يستطيع أي إنسان يقول أنه هذا كان عقاب على الصين ومن يقول أنه هذا يقينا عقاب للصينيين أو عقاب للأمريكان أو عقاب للمصريين أو عقاب للعرب أو عقاب لأي دولة من الدول أو أي شعب من الشعوب فهو يتأله على الله يعني يحط نفسه مكان الله سبحانه وتعالى في معرفة الغيب وهذا أمر خطير جدا 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 من غير ما ندخل في تفاصيل هل هذا الموضوع عقيقة استفادت منه الصين أو ما استفادت منه مبدئيا مبدئيا من حيث المبدأ أنت دخلت اللي بتقول أنه هذا يقينا عقاب أنت دخلت في أمر غيبي مش من خصوصيتك هو من أمور الله سبحانه وتعالى وعننا أحاديث في الكلام هذا وعننا آيات كثيرة تبين يكفي الحديث اللي الرجل قال اللي كان يعمل عمل صالح وتصدق فطلب من آخر أن يتصدق فرفض الصدقة فقال لا أظن أن يغفر الله لك أبدا فالله سبحانه وتعالى غفر لذاك وأوقع العقوبة في اللي تأله عليه قال من ذا الذي يتأله عليه أو من ذا الذي يتأله عليه فعني هذا مبدئيا أنه اللي يدخل في أمر ليس من خصوصيته هو من خصوصية الله سبحانه وتعالى في علم الغيب فهو يضع نفسه مكان الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر نحن في عنا خصة عجيب يعني ننسى إحنا كثير من القصص طبعا مبدئيا إحنا لا نبرئ أي ظالم أو معتدي سواء كان من الصين أو كان من غير الصين على إنسان أو على بشر سواء كان مسلم أو غير مسلم فالاعتداء على فئة أو أفراد أو جماعات بالظلم هذا أمر مرفوض وإحنا نرفضه وعننا يقين فيه يعني نحن مش محتاجين أن يكون في عقوبة دنيوية لفئة معينة حتى ننكر الظلم اللي وقع منهم على فئات أخر فهذا مبدئيا مرفوض ويجب أن نحتج عليه جميعا بما فيه أهل الصين اللي موجودين من غير المسلمين حتى وكثير من غير المسلمين قاموا واحتجوا على ما حدث مع المسلمين في الإيغور لكن هذا موضوع موضوع إنه إحنا نحسم القرار ونحسم الأمر فيه موضوع تاني إحنا عنا في قصص الأنبياء وقصص الأنبياء أصلا نزلت حتى توضح للمسلمين مناهج حياتهم وعملهم نعرف قصة سيدنا يونس سيدنا يونس لما التقامه الحوت ليش التقامه الحوت أصلا؟ لأنه وجد ريح تأتي من بعيد فظن إنه هذا عقوبة لقومه فلما رأى إنه هاي عقوبة لقومه تركهم وهرب أو خرج خرج من دائرة العقوبة فالتقامه الحوت فكان تأديبا ليونس عليه السلام لأنه ظن هذا الظن تأديبا له من رب العالمين نتقم الحوت وبقي في جوف الحوت بضعة سنين حتى بعد ذلك بقي يستغفر يستغفر من إيش؟ يستغفر من هذا الظن يستغفر من هذا الظن هل هو كان في دعوة للناس؟ كان دعوته عليها استغفار أم استغفاره؟ لأنه ظن هذا الظن وخرج بسبب هذا الظن فبقي يستغفر حتى خرج من بطن الحوت وعاد إلى قومه فوجدهم كلهم مؤمنين فكان التأديب له أنك تحكم على الناس من غير دليل يقيني هذا مرفوض حتى في حق النبي تخيل حتى في حق النبي الحكم على العمل نحن لا نحكم على أن هذه عقوبة ولا مش عقوبة نحن نحكم على العمل يكفينا أن نحكم على العمل فهذا مبدئيا في موضوع هل هذا عقوبة لأهل الصين ولا ولا لا؟ بعدين إذا كان عقوبة للصينيين طيب ليش يدخل باقي البشر تحت هذه العقوبة؟ بل بالعكس بجوز نكتشف بعد فترة أن بعض الشعوب المسلمة فقدت من الأرواح أكثر ما فقدت الصين أو بإقدار يساوي أو بنسبيا بالنسبة للسكان أكثر نسبة مما فقدت الصين فهل العقوبة كانت للصين وللعقوبة كانت لهؤلاء؟ هذا أمر يعني الدخول فيه هو دخول فيه خصوصية من خصوصيات الله سبحانه وتعالى المسلمين لما كان يصيبهم مجاعة هل المجاعة اللي صابتهم كانت عقوبة إلهم؟ ولا كانت ابتلاء؟ ولا كانت سنة من سنن الحياة؟ تأخذ الرزق وتأخذ الفقر وتفقد الأحباب ويولد لك الأولاد كل هذه السنن في الحياة يعني مستمرة لكن المهم إحنا كيف نتصر الأمر الآخر أنه ردات الفعل هذه هل هي ردات فعل يعني مفيدة ولا ردات فعل ضارة لما بنحكي هذا الكلام هل إحنا نفيد ولا نضر هل نؤثر في الآخرين إيجابياً ولا نؤثر فيهم سلبياً كل كل اللي بينطلقوا من موضوع العقوبة بما فيها موضوع المساجد إغلاق المساجد وفتح المساجد وغيره وإحنا للأسف نرجعش لنربط بحياتنا السابقة بحياة الأنبياء وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الصحابة كانوا يصلوا في رحالهم لما يكون في مطر ولا يكون في برد فهل كانت هذه عقوبة ولا هي كانت تخفيف ولا كانت أخذ بالأسباب ولا كانت اختبار للسنن إحنا هذا كله لا يمكن أنه نحسم فيه الأمر لكن اللي بنحسم فيه الأمر كيف نتصرف كيف نتصرف اليوم إذا واحد مرض هل إذا واحد مرض بيحكي أنه هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى فأنا يجب أن أظني أستغفر وأظني أستغفر 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 حتى رب العالمين يكشف عني هذا المرض وبالتالي أقول أنه رضي عني له إذا كان إذا كان عقوبة فعلاجه إنك تستغفر حتى الله يتوب عنك إذا ليش نأخذ بالأسباب ونتداوى أما إذا كانت المسألة إحنا ليس لنا فيها يقين فمعنى ذلك نأخذ بكل الأسباب التداوي والدعاء التداوي والدعاء والاستغفار وكل الأسباب اللي يمكن تكون موجب لهذا الأمر فإحنا اللي انطلقوا من هذا المنطلق هم انطلقوا من الآية التي تقول فمن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى يا الله هذه الآية عظيمة ومخيفة مخيفة جدا لكن يجب أن نتدبر فيها شو هو الإعراض عن ذكر الله شو هو ذكر الله اللي إحنا أعرضنا عنه هل الإعراض عن ذكر الله هو الإعراض عن سننه في الكون هل الإعراض عن ذكر الله هو إحنا ظلمنا أنفسنا وظلمنا الناس هل الإعراض عن ذكر الله أنه لم نؤمن بالله هل الإعراض عن ذكر الله أنه آمنا بالله ولكن سلوكنا فتن الآخرين يعني في آية أخرى بتقول في حق المؤمنين شو المؤمنين بيقولوا؟ بيقولوا ربنا لا تجعلنا فتنة إيش؟ تصور فتنة إيش؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا مش ربنا لا تجعلنا فتنة للمؤمنين؟ لا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني أنت الكافر هذا اللي أديت فيه أنه يكفر بسلوكك أو بتصوراتك الخاطئة أو بإعطاءك فلسفات تشككه في الله أكثر ما تجعله يؤمن بالله أو بتشويهك لهذا الدين صحيح كثير من الأمور بتخلي الكافر يقول طيب وهذه قيلت إلنا من كثير من الناس غير المسلمين بديش أعتبرهم بديش أقول الكفار بس خليني أحط بين قسيم غير المسلمين جميعا قالوا أنه أنتوا يعني مؤمنين بالله تعتبروا حالكم أنه خير البشر ولكنكم لا تطبقوا ولا تعملوا ولا ولا تبدعوا في هذا الكون وبلا تكون متخلفة يعموا هالظلم في عندكم مشاكل كثيرة في فساد في رشوة في محسوبية في كل شيء هل هذا المثال اللي أنتوا تعطون إياه هذه هي جزء من الفتنة اللي نفتن فيها غير المؤمنين نحن نفتنهم بهذا بسلوكنا هذا السلوك هذه التصورات هذه إعراض عن ذكر الله هذه إعراض عن ذكر الله ولذلك إحنا معيشتنا ضنكة ولذلك من أعرض عن ذكر الله صارت له المعيشة الضنكة لأنه ابتعد عن السنن في سنن الآن لما لما واحد يهمل في دراسته ويهمل في العمل ولا يعمل ولا يجتهد وبعدين يكتشف أنه ما معه يأكل ولما ما معه يشرب وما معه يعيش عيشة صحيحة فمنسميه أنه عايش في ضنك طب هذا عايش في ضنك ليش مش لأنه ما أخذش في الأسباب أنه العمل يؤدي إلى الرزق وأنه الاجتهاد يؤدي إلى النجاح وأنه التفكر والتدبر والسعي يؤدي إلى الوصول لأنه ما أخذ بهذه السنن أكيد بده يجد في عنده ضنك فموضوع من أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة نعم ونحشره يوم القيامة أعمى ليش ذكر العمل العمل أنه تعامى عن سنن الله فكان فكان الصورة اللي الله سبحانه وتعالى بيعطيها يوم القيامة هي نفس صورة اللي كانت حقيقة في الدنيا أنه تعامى عن هاي السنن هذه سنن الآن إذا حكينا أنه والله هذه كل هذا الموضوع يندرج تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى صحيح لأنه أنا أعتبر أنه الإيمان يدعو إلى العلم لو أنا غير مؤمن أنه في إله خالق خلق الكون فمعنى ذلك ما رح يكون في عندي علوم منضبطة وما رح يكون في عندي حقائق وقوانين وقواعد تحكم هذا الخلق هذا المخلوق رح يكون في عندي تخبط في القوانين أما لما يكون في خالق واحد فمعنى ذلك أنه في عندي عندي علوم واحدة صدق أنا أولخص الكلام هذا كله أنه إحنا لا ندخل في اليقينيات ندخل في الغيبيات على أنها يقينيات وما ندخل في الحكم على قصوصيات الله سبحانه وتعالى ونضع نفس مكان الله سبحانه وتعالى ونتدبر ونفكر في أنفسنا وماذا سنفعل نحن صدق صدق يعني أنا هون بدي أحكي عن كلمة مهمة جدا أو أفتح مجال لنقطة ثانية اللي هي الدكتور مصطفى محمود بالعلم والإيمان في أحد مقولاته قال إنه إذا حصل وباء في العالم وانقصبت الشعوب ستنقسم إلى قسمين شعوب تأكل مما تشرب وتستخدم ما تصنع وشعوب تبدأ بالبحث العلمي لإيجاد دواء لذلك الداء والشعوب الثانية راح تكون جالسة تنتظر رحمة الله سبحانه وتعالى فليس لديها ما تأكل لأنها لم تزرع وليس لديها ما تستخدم لأنها لم تصنع فلخص جملة جميلة أنه العلم هو ليس شيء كيف نحكيها ليس شيء أديشنل أو أي شيء إضافي بل هو شيء مهم للنجاة في هذه الحياة للأسف كثير من دولنا وشعوبنا العربية العلم إشيء إضافي يعني أوكي المهم الأكل والشرب وعديش نستورد وعديش نستخدم وكتولنا بنعرف أنه إذا نزل مؤمن وكافر إلى البحر فسينجى أو سينجو من يستطيع السباحة منهم ليس للعلم هون موضوع العلاج والتواكل أنت كتبت على هذا مقالة على الفيسبوك وعجبتني كتير فحابب أناقشها التواكل الآن اللي عم بيسير بين الناس كتير ناس بقول لك يا رجل ما هو من الله خلاص وهو اللي بعطينا الدواء شوف أبو آدم أيضاً بنرجع بنحكي إحنا مشكلتنا لما بنقرأ القرآن بنقرأ القرآن مش بشكل منهج إحنا بنقرأ القرآن بنستنى نشوف نشوف حكم أو بنستنى فقط لساننا بكرر القراءة لكن لا نتدبر بينما فعلياً الآية اللي ذكرت القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن يعني مش أفلا يقرأون يتدبرون فالتدبر هو المطلوب أذكر فيهم كنت بحكي إلى ابني عن في مواضيع العلاقة بالقرآن الكريم فقال لي يا بابا ليش إحنا يعني بيكثر عنا دروس تحفيظ القرآن لكن ومدارس تحفيظ القرآن لكن ما في عنا مدارس تفهيم القرآن والحقيقة إنه إحنا في إشكالية في النظر للقرآن كمنهج القرآن لما تحدث عن الأسباب قال قل سيروا في الأرض طيب قل سيروا في الأرض طيب لما تحدث عن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تحدث عن العلم تكلم عن الخلق تكلم عن هذه المخلوقات كيف خلقت والسماء والجبال وتحدث عن الكائنات جميعها شوف عمر رضي الله عنه لما جاء إلى واحد من القصص المعروفة جاء عمر رضي الله عنه إلى 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 رجل عاكف في المسجد جالس فقال له لماذا لا تعمل فقال له يا أمير المؤمنين هي أرزاقنا يقدرها الله لنا إن شاء أرزاقنا وإن شاء حرمنا فشوف عمر رضي الله عنه قل له ويحك خذها بعزة ولا تأخذها بذلة لا إله الله عنه شوف إحنا دولنا الآن كل آياتنا بنشحد من دول العالم بنشحد من دول العالم في حين إنه المفروض أن نأخذها بعزة مش نأخذها بذلة فالتوكل التوكر على الله أصلا في صميم التوكر على الله إنه أنت تعمل لما جاءت واحدة رسول صلى الله عليه وسلم قالت له إنه يدعو لها ورسول صلى الله عليه وسلم قالها أعينيني عليه على الدعاء أعينيني عليه بالقطران يعني أنا ما بيكفي الدعاء وبالمناسبة أنا أول مباراة كنت أكتب في بوست عن الدعاء لأنه نظرية الدعاء مش نظرية الكلام مش نظرية ترديد ألفاظ الدعاء ولكنها التفكر في مدلولات الدعاء والذكر يعني إنت تخيل أنا حكيته إحنا إنه بدعي سبعين سنة على إسرائيل له الدعاء آه طبعا يعني تخيل إنت لما الرسول صلى الله عليه وسلم بدعي من المأثور اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل طب هذا شو معناه معناه العجز والكسل أمر سيء أنا لازم أرفضه ولازم أسعى إني أرفضه فإنت ما بتدعي بس مجرد كلام أنت بتدعي وتطبق وتجعل جزء من نفسك جزء من كيانك كره لهذا الأمر طب لما رسول أعوذ بك من الكفر والفقر وبيجيك واحد بحكي لك الفقر نعمة مين حكى لك الفقر نعمة رسول المستعاذ من الفقر معناته أنت تستعيد من هذه الأمور ظلك تستعيد منها حتى تصير جزء من من داخلك من نفسك كاره لهذا الأمر فبصير طبيعي لما تكرهه بصير تعمل على أنك ترفضه وتعمل على تغييره فهذا تغيير نفسي الدعاء والذكر هو فعليا تغيير نفسي إنك أنت ترفض نفسيا هاي الأمور ترفض العجز وترفض الكسل وتحب العمل وتحب الصالحين وتحب الإنجاز وتحب النجاح وتحب التفوق وتكره الفقر شايف لما أنت تكرر هذه الأمور باستمرار تخيل لما تكررها في الصباح وتكررها في المساء وتكررها بعد كل صلاة ماشي التكرار هذا بيخلي داخلك في نفسك كره لها وفي نفسك بيخلي في عندك شيء في اللا شعور يرفضها وبيخليك في اللا شعور تعمل على تغييرها هذا أمر مهم جدا الدعاء هو تغيير نفسي للإنسان يعني شف ترى برضو بنرجع شف الصحابة ابن عباس كان يجلس جريبه واحد فكان هذا يستغفر في المسجد كيف بيستغفر استغفر الله استغفر الله ورا بعضه فشو قلوا ابن عباس تخيل قلوا إن استغفارك بحاجة إلى استغفار يا الله يا الله تخيل يعني إن استغفارك بحاجة إلى استغفار إنت لازم تتدبر الاستغفار هذا حتى تعرف تعرف إنه معناها انك انت لا تعود لذنوبك اللي بتحكي فيك بس مش بالجرد ما معرفش ان انا في عندي ذنوب بس بستغفر انا ما عندي ذنوب بس بستغفر بس انا ما عندي ذنوب لا انت تستشعر ذنوبك كلها الصغيرة والكبيرة وتستغفر حتى ما تعود الها فاحنا برجع التواكل التواكل في كل الاحوال مرفوض رفض تام بكل الكتب السماوية وبكل توجهات الانبياء ما كان الله سبحانه وتعالى قادر على انه ينصر الانبياء جميعا من غير عمل من غير مشقة طيب ما كان الله سبحانه وتعالى قادر ان يقول لكل السماوات والارض كن فيكون ما كان الله سبحانه وتعالى قادر على انه يحمي المسلمين والمؤمنين خلينا نقول كل المؤمنين به يحميهم ويجعلهم أفضل البشر ولا الأمر يتطلب عمل وبعدين أنا في رأيي أنه اللي بتكلم عن التواكل فيه شيء من خلينا نحكي التدليس بديش أقول الكذب عشان ما تصيرش كلمة كبيرة لكن فيه شيء من التدليس ليش؟ لأن هذا الشخص لما تحطه أمام مرضه لما يعاني من مرض ما بيتكلم في التواكل مباشرة بيصير يحكي لك يجب أن نأخذ بالأسباب مباشرة بيصير يحكي لك آه لازم أخذ الدواء مباشرة بيصير يحكي لك أنه فرض علي أني أخذ الدواء لكن لما يصير الأمور فيها فلسفات هي تضر المجموع الجماعة تضر مجموع الناس وهو مش شايف هذا الضرر لأنه هو يعيش في في راحة ودعه بصير يتفلسف في موضوع التوكل ويخلط بين التوكل والتواكل لكن في الحقيقة الفطرة البشرية تؤمن بالتوكل فيه فيه يمكن يجت على شكل نقطة لكنها محزنة جدا 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 أنه بوست كان موجود ما عرف عند مين أنه نرجو من علماءنا ومشايخنا عدم الدعوة على الكفار إلى أن يجدوا دواء لفيروس الكورونا فيعني هذا يثبت وضعنا المأساوي اللي إحنا عايشين فيه يعني هذا هو فكرة الدعاء يعني أول شيء يعني أنت بتدعي ألمين على فكرة رسول صلى الله مدعاش على الكفار دعا لهم بالهداع ورسول صلى الله دعا علي آذوه الأدعي الدعاء اللي كان موجود فيه مرة أو مرتين أو ثلاث معدودات كانت على الذين آذوا أو آذوا المسلمين إذاء شديد جدا ماشي لكن اللي آذوه بشكل شخصي وجاء الملك يطلب منه أن يوقع فيهم العقاب رفض رسول صلى الله أنه يوقع فيهم العقاب صحيح وهذا اليقين الوحيد اللي ممكن احنا نتكلم فيه رفض رسول يوقع فيهم العقاب شايف وبعدين فيه فلسفة لموضوع العقاب حقيقة يعني يعني هل إذا ما وقع عقاب في الدنيا سقط عقاب الآخرة هل إحنا نعمل عقاب الآخرة ولا نعمل عقاب الدنيا وإذا ظالم من الظالمين كسب جولة في الدنيا ومات وهو كسبان هذه الجولة هل هذا بيخلينا نعتبر أنه انتهى الأمر لأنه هذا لم يعاقب في الدنيا فإذا هو على حق إحنا نحكم على العمل وإحنا ليس لنا إلا أن نحكم على العمل القاضي اليوم لما بيجير قضية بيحكم على حيثيات الأمور من أعمال ما بيدخل بيحكي والله أنا حاس أنه نيتك بهذا الشكل لا لأنه ما عنده أدواء الحكم على هاي النية اللي عنده الحكم على هذه النية فقط الله سبحانه وتعالى ولذلك لما بدخل إحنا أنه لازم يكون في عقاب في الدنيا ولازم هذا عقاب فكأن منبون للناس أنه إحنا نعملش العقاب الآخرة اعملوا العقاب الدنيا نخوف الناس من عقاب الدنيا أكثر من他們 نخوفهم من عقاب الآخرة طيب إحنا إيماننا إذا كنا مؤمنين حقا إحنا إيماننا من عقاب الآخرة ولا من عقاب الدنيا أكثر ولو ما وقع علينا عقوبة في الدنيا هل بعد ذلك إحنا نتساهل ونتهاون ونظلنا على الأعمال اللي بنعملها بعدين في شيء مهم صراحة أنا بدي أحكي فيه اللي هو فروض الكفاية إحنا هذا الموضوع نهمل إهمال شديد جدا وللأسف كمان في تشوه في تعريف فرض الكفاية عند الناس فرض الكفاية الناس بتعرفوا إيش طبعا إحنا نعرف أنه في فرض عينه في فرض كفاية فرض العين هو اللي لا يسقط عن الشخص إذا قام في غيره هو يجب عليه أن يقوم فيه بنفسه زي الصلاة الصلاة فرض عين ما بتسقط إذا قام الآخرين بها ما بتسقط عني فأنا لازم أقوم فيها فرض الكفاية تعريف الناس إلو تعريف الناس مش التعريف الصحيح تعريف الناس إلو إذا قام به عدد أو البعض سقط عن البقية أو سقط عن الأمة صوتك بلا شيخ تفي دكتور معك معك أنا حطه ميوت عشان ما يصير فيه تشويش أوكي تمام هذا التعريف اللي سقط إذا سقط عن إذا قام به البعض سقط عن الأمة هذا تعريف خاطئ مش صحيح أبدا التعريف الصحيح أنه فرض الكفاية إذا قام به الكفاية سقط عن الأمة إذا قام به الكفاية وقالوا لو كانت لو كانت بلد مسلم يحتاج مثلا عشرين طبيب عشرين طبيب الطب من فروض الكفاية لو كان يحتاج عشرين طبيب وتوفر فيه تسعتاشر طبيب وقصروا تقصيرا في الرقم عشرين الطبيب العشرين يقسموا على العشرين لأنه طب هذا البعض قام فيه البعض لكنه مقامش فيه الكفاية فرض الكفاية اليوم في علومنا اللي إحنا نتحدث فيها هل إحنا مكتفين بالعلوم وبنواحي الحياة اللي إحنا ننقوم فيها هل إحنا مكتفين اقتصاديا هل إحنا مكتفين طبيا هل إحنا مكتفين سياسيا هل إحنا مكتفين عسكريا هل إحنا مكتفين في كل شيء هل إحنا مكتفين هذا هو من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة أنت ما حضرت كفايتك ولذلك أكيد رح تعيش معيشة ضنكة أنت ما عندك كفايتك من الطعام ما عندك كفايتك من الشراب ما عندك كفايتك من الموارد ما عندك كفايتك من العلوم مختلفة فبالتأكيد إذا ما عندك هذه الكفاية فأنت آتم هذا معنى فرض الكفاية فاليوم لابن نتكلم عن من يستحق العقوبة رح نكتشف أنه استحقاق العقوبة مش فقط متوقف على اللي لا يؤمن بالله وبالمناسبة اللي لا يؤمن بالله هذه فيها تفرعات جزء منها يقع اللوم فيه على اللي يؤمن بالله لأنه في فرق بين تبليغ الدين أو تبليغ الإيمان أو تبليغ الرسالة وإقامة الحجة فإحنا للأسف نقيم الحجة على أنفسنا بأنه ما ناخدش بالأسباب نقيم الحجة على أنفسنا بأنه ما نعملش نقيم الحجة على أنفسنا بأنه يكون بأسنا بيننا نقيم الحجة على أنفسنا في أنه نظلم بعض ويكون فينا عننا فساد نقيم الحجة على أنفسنا لغير المؤمنين وبالتالي إحنا انطبق علينا موضوع ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني من هذا المكان بدي أوجه رسالة لجميع اللي بيستمعنا خاصة من إخواننا العرب سواء في كندا أو في دولنا العربية من أهم الأمور اللي لازم نتخذها الآن اللي هي الاستماع للتعليمات الرسمية سواء من حكومة متنى أو من وزارات الصحة أو من الأطباء اللي حوالينا للأسف في ناس لسه بدربوا عرض الحائط بهذه التعليمات صدر التعليمات من عدة دول أنه لازم إغلاق جميع المداخل المخارج للمدن وعدم التجول في المدن مثل بعض الدول العربية إغلاق المطارات فلازم الآن إحنا نلتزم لهذه الإجراءات لأنه هذا جزء من توكلنا على الله وجزء من الأخذ بالأسباب في مشكلة كبيرة عم بتصير أنه شفتها أنا قبل فترة أوقفوا الصلوات في المساجد فمن حب الناس وغيرتهم إحنا ما بنحكي إشي على صلاة الجماعة راحوا وصلوا في باحة المسجد Again وجودك هو المشكلة في وجود الناس في خلال هذا الفيروس في التجمعات يعني القرب من بعض وحون يمكن إحنا في كندا عم نسمع كل يوم اللي هو social isolation اللي هو نبعد عن بعض بمسافة لا تقل عن مترين يعني حتى إحنا عنا في مساجد أتوة أقاموا أعتقد صلاة رحت حضرتها كانت المسافة بين الناس ما في طراص وهذا بالعكس حكى الإمام ابتعدوا عن بعض بما لا يقل عن مترين وهذا للأخذ في الأسباب لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا العلم أعطانا قدرة لاستفيد من العلم وهون العلم بقول لك أنه لازم نبتعد عن بعض مسافة مترين فأرجو من جميع إخواننا هذا نداء ورجاء وهي بوسر على الراس استمعوا لما يتم قوله من وزاراتنا ورئاسات دولنا لأنه أكيد أكيد المصلحة العامة هون مهمة إذا بتحب تتعلق على الموضوع برضو والله هو فيه طبعا أكيد فيه خلل وفيه خلل أنا رأيي أنه جذره الجذر تبعه تصوري فيه تصور يعني أنا أذكر واحد فيه مرة كان صديقي بده يحجه كان مع زوجته بده تحجه وكانت بده تلبس نقاب في الحج فسألني أنه يعني هذا الكلام بجزلة بجزلة حكيت له حديث واضح يعني الحديث لا تنتقب المحرمة فهي بتسألني بتحكي ليه كيف يعني ليه لا تنتقب المحرمة ترى لأنه رب العالمين إذا حكى لك انتقبي فهو الآن بحكي لك لا تنتقبي هو رب العالمين يحب أن تأخذ رخصك ما تأخذ عزائمه ورب العالمين هو اللي أمرك بأنك تأخذ بهذه الأسباب فإنت لما بتأخذ بهذه الأسباب أنت ما خالفتش أمر الله بالعكس أنت اتبعت أوامر الله سبحانه وتعالى يعني لما بتيجي الأوامر على أنه أنت ما تتجمع في أماكن تنقل المرض وتنشر المرض يعني هل يسرك هل يسرك هل يسرك إذا انتشر المرض من داخل المساجد هل بتكون مسرور إذا كانت المساجد هي بؤرة المرض هل بتكون مسرور الأمر الآخر يعني لما إحنا في المطر ما بنصلي في المساجد إحنا طيب هينك هجرنا المساجد لما لما كان الصحابي ابن عمر يقول يأذن ويقول صلوا في رحالكم لما يكون في مطر أو في أذى هيك بيكون خالف وهيكون حرب الناس من الصلاة في المساجد لا بالتأكيد هذه أحوال والمسلمين أصلا هنا بيظهر فهمهم يظهر فهم لحضارتهم وتحضرهم أنا مرة بيحكي لي يعني بيحكي لي ابني على موضوع السنة بيحكي له أنا يجب أن تفرق ما بين السنة والفرض واستغرب مني أنه كان جزء من سنة رسول الله من عمل رسول الله أنه يترك السنة طيب ليش كان يترك السنة كان يترك السنة علشان الناس لا تخلط ما بين السنة والفرض علشان الناس ما تخلط ما بين السنة والفرض اليوم إذا أنت أنزلت السنة منزلة الفروض وصار في عندك حاجة أنه أنت تختار من العملين عمل واحد هتختار إيش أكيد الفرض أكيد الفرض ولذلك بتعرف في السفر اللي بيقصر ما بيصل للسنة لأنه لو بده يصل للسنة الأولى أنه يكمل القصر صلى الله عليه وسلم فيعني فهم هذه الأمور وفلسفة التعامل مع الأزمات وفلسفة دور دور المسجد ودور المسلم ودور المؤمن بشكل عام في الحفاظ على الروح هذا أمر لازم ما يغيب عن بالنا لازم ما يغيب عن بالنا طيب ليش اللي بيأكل البصل رب السلم قال طلب منه أن يتجنب المصلة قال فليتجنب مصلانا مش لأنه حرام بالعكس لا مش لأنه حرام إذا كان عشان ريحته عشان الريحة تبعته الرائحة تبعته يتجنب المصلة طيب كيف اللي عنده مرض أو المشكوك في أنه يكون عنده مرض أو اللي ممكن يأخذ مرض وينقله وهو مش واضح عليه أعراضه صحيح فهذا هذه مشكلة المشكلة الثانية اللي هي التعامل مع المسؤول في عندنا مشكلة إحنا فكرية على فكرة في أنه نعتبر المسؤول قائد ولا نعتبر المسؤول مدير في الغرب يعتبر المسؤول مدير أو يقوم بعمل أو موظف إحنا عنا المسؤول عبارة عن قائد أو زعيم لا إذا أنت سمعت كلامه في أمر من الأوامر لا يعني ذلك أنك تعطيه البيعة إنه زعيم أو قائد أبدا وهذا الموضوع أصلا موضوع في عليه إشارات استفهام مواضيع الثانية تبعت البيعة وغيرها المهم لما أنت تتبع تعليمات الطبيب هذا لا يعني أنه أنت معتبره قائد إلك وقدوة مش عارفة ليه في تروح على الطبيب والطبيب يعطيك رشيتة وبيحكي لك خذ هذا الدواء وإعمل كذا وكذا وكذا وبكون طبيب أصلا مش من دينك وهذا كلام مش موجه للمسلمين فقط لا لأنه كل يعني أصحاب أو أتباع الأديان قد يكون عندها هذه العقلية اليوم أنت لما بتروح على طبيب وبيعطيك وصفة ما بتنظر أنه أنا بدي أرد على وصفته وأسمع له لأنه هذا الشخص قائد وزعيم لا لأنه صاحب اختصاص ولأنه موجود في مكان رح يحاسب على هذا المكان رح يحاسب على الوصف اللي أعطاك إياها وبتستطيع أنك تقاضيه إذا تلاعب في الأمر المحامي نفس الكلام كل واحد من الموظفين بيلحق فيه فالمسؤول هو موظف لما بيعطيك أمر من الأوامر أو تعليم من التعاليم أنت عليك أنك تلتزم فيها لأنه هو مسؤول صاحب موقع يحاسب عليه وصاحب اختصاص هذا هو التنظيم لكن للأسف كثير مننا ينظر بالتنظيم تنظيراً لا يغادر ولا يفارق لسانه يعني لا يدخل إلى قلبه ولا يدخل إلى عقله بس كلام شايف؟ طب في الحقيقة في الحقيقة هذا صاحب اختصاص أنت تتبع عشانه صاحب اختصاص مش عشانه زعيم ولا قائد ولا قدوة هذا مختص ومسؤول عن اختصاصه في خبرين حلوين حابب أزفهم للجميع أنه الحمد لله في كندا اليوم لم تسجل أي حالة نهائياً قد يكون هذا السبب من الناس اللي بدأت تستخدموا اللي هو السوشيال في حالات اليوم فباعتبار هذه أرقام جيدة بالنسبة لموضوع المساجد لنحكي شوية عنه في آية يعني إحنا زي ما انت حكيت معظم الناس تقرأ القرآن ولا تفهمه وهذه نقطة مهمة في آية بتحكي ولا تقنطوا من رحمة الله يعني هل رحمة الله فقط بالدعاء لما نكون داخل المسجد أم خارجه الرحمة تكون في أي مكان والدعاء لله سبحانه وتعالى في الكرم أفضل منها من في الرخاء ف شو رأيك؟ يعني نحكي الدعاء في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حال من الأحوال هذا بيطهر نفس يعني أنا بيطهر نفس من كل المعاني السيئة ومعاني القاصرة والمعاني معاني الضعف أنا بنظر للدعاء بهذا الشكل أنا بنظر للدعاء وباي دوي علميا يرفع من جهاز المناعة يعني حتى الناس اللي اللي بتقتصر بموضوع الدعاء على أنه ديني أو شرعي لا برضو هو علمي يرفع من جهاز المناعة لكن يحتاج إلى التدبر يحتاج إلى التفكر فيه يحتاج إلى فهم معانيه مش مجرد قصيدة أنا بقرأها وبغنيها لا فيه لها معاني ومعاني عميقة جدا الدعاء وحتى ترتيب الأذكار لما لما ينذكر الكفر مع الفقر الفقر مع الكفر لما ينذكر هذا الترتيب العجز مع الكسل الهم هاي لما تذكر مع بعض ترتيبها بهذا الشكل الناس إذا تفكرت فيها بتوصل معاني عميقة جدا الدعاء في كل وقت في كل مكان والدعاء يجب أنه يرفق يرافق عمل يعني يعني لما اللي طالبت من رسول الله الدعاء قالها أعينيني عليها بشيء من القطيران اللي هو كان علاجهم في ذاك الزمن اللي يستخدموه يعني إذن إذن مطلوب مطلوب العمل أنا اليوم لو دعيت شو ما دعيت إنه يأتيني ولد وأنا مش بتزوج ماشي ممكن يجيني ولد يفرض نفسه على يمكن يجي يتبلاني آه ممكن بالطريقة هاي يعني كأني بدأي على حالي يمكن يجي يتبلاني واحد يحكي لي أنا ابنك وأنا مش عالي يتبلاني بس بالطريقة هذي لكن لكن إنه إنه يجيني ولد من صلبي طب ليش إحنا هذه الأمور بنكون يقينا يقينا متيقنين يقينا إنه ما بينفع إنها تكون بمجرد الدعاء ما بينفع وطبعا طبعا هذا لا يتنافى في إنه بنحكي إن الله على كل شيء قدير لكن إنت لما تحكي إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يحدد ويختار من يريد أن يتدخل فيه شايف يعني لما تدخل لبعض الأنبياء بالولد على الكبر كان متزوج كان متزوج وكان الزوجة عاقر ماشي لكن ما خل النبي هو لينجب هو أعطى القوة في إنه ينجب وبالنهاية على فكرة وهذه فيها كلام مطول بجوز ما يسعفنا الوقت نحكي فيه هل الله سبحانه وتعالى لما يتدخل يتدخل من خلال سنة كونية ولا يتدخل بدون سنة كونية يعني هل يسهل لما يعني لما تدخل في معجزة موسى عليه السلام هل موسى عليه السلام مشى على البحر أم شقله البحر وكان كان فيه في طريق ممهد في البحر شقله البحر شقله البحر طيب شق البحر هذا إحنا ما منعرف ولم نصل إلى أي شيء من العلوم حتى نعرف كيف يشق البحر علميا صحيح كثير من الأشياء يعني بدي أعرج سريعا على الموضوع هذا بس في الناس اللي بتعاملوا مع الجن وطبعا فيه كثير من الناس رح ينتقدوني في الكلام هذا إني أنا ضد التلبس في موضوع الجن والأمور هذه فيه صديق إلي كان رحمه الله كان يتعامل في المواضيع هذه وحكي لي أنا شايفهم بعيني حكيت له آه حكي لي طب شو تفسيرك أنا سامع وشايف في عيني وأنت ما عندك تفسير حكيت له زمان لما كانوا يعتقدوا أن الخسوف والكسوف هذه الشمس بياكلها وحش فبيضلهم يخبطوا على على الأرض ويخبطوا على الحجر ويخبطوا على الطناجر ويخبطوا على الحلة والعادة يخبطوا عليها لحد ما بعدين تطلع الشمس أو يطلع القمر أو فيحكوا آه خلص الوحش تركها أزعجنا لحد ما تركها هذول في هذاك الوقت العلم ما كان ما كان متمكن من هذه المعرفة لكن لا يعني ذلك أنهم كانوا صح فالأمور لتغيب عن العلم لا يعني أنه أصحاب التهيئات معناتهم تهيئاتهم صحيحة هم ما عندهم أي دليل حقيقي على تهيئاتهم فلا يعني إذا هم عندهم تفسير فيه تهيئ وفيه يعني اختلاط عليهم معنى ذلك والعلم ما وصل لقرار في الموضوع فمعنى ذلك أنه أنه كلامهم صحيح صحيح طيب فيه شغلة نحكي فيها اللي هي إثارة الذعر بالعلاقة الإنسانية مع الله سبحانه وتعالى خاصة بعد إغلاق بعد أماكن دور العبادة فيه كتير بدأت فيديوهات ناس مشايخ يعني اللي هم إحنا خلص إحنا فسقا إحنا ربنا تركنا ربنا أغلق الباب يعني أنا للأسف يعني بحكي إنه كيف ممكن نوصل لهذا الحد من علماء دين وعلماء شرعه إنه يوقفوا أو يثيروا الرعب في قلوبنا من علاقتنا مع الله الله الكريم الرحمن الرحيم الغفور يعني نعم وشديد العقاب وشديد العقاب شوف يعني دكتور جمال المناهج هذه ترى طباع بشارية لا يكونها تنتهي يعني أعطيك من الفروقات بين الصحابة في في الطبع عبد الله بن عباس كان يقال إنه إنه كان طبعه فيه سماحة شديدة جدا وكان لين هيا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شديد وكان حذر حتى إنه كان يمشي على الخطوة اللي يمشيها رسول السلام ويقول إنه أنا أمشيها يعني لأنه وجدت رسول السلام يمشي في هذا المكان ولا أدري لماذا فقط هيك تأسي كان كان يرى إنه كان ما يحمل الأطفال خوفا من إنه بول الطفل الرضيع إنه يكون فاسد بينما عبد الله بن عباس كان يحملهم ويحضلهم ويقبلهم ويحكي إنما هي رياحين نشمها يا الله شايف كان عبد الله بن عمر يجد إنه لا تقبيل الحجر الأسود هذا ضرورة ويزاحم ويؤذى ويأذي ويجرح وعبد الله بن عباس كان يرى كراهة في في تقبيل الحجر الأسود بهذه الطريقة اللي فيها أذى وكان كان يرى إنه التأشير لحجر الأسود بكفي فإذا كان هذا يعني منهج كان موجود في هذاك الوقت هل نستطيع إنه نغيره هذه الأيام هذا منهج أنا بذكره عند المسلمين ولكنه موجود عند كل الفئات عند كل الفئات رح تشوف اللي بيكون حريص على الفهم الحرفي وهناك من يكون عنده الفهم المعنوي وهناك من يرى إنه الفهم المعنوي هو الأولى وهناك من يرى إنه الفهم الحرفي هو الأولى يعني دخلوا المسلمين في صراعات وصلت للدم بينهم وما حدا غيرتان فصعب إنه إحنا نستطيع إنه نحكي أو إنه نطمح نطمح إنه نلغي هذه الفئات من الفهم إحنا نفسنا يعني بقول إنه أحيانا بيصير في عنا أحداث بناخدها حرفيا نصوص بناخدها حرفيا وأحيانا في نصوص بناخدها بالفهم بفهم بفهم باطني إلا بفهم باطني في آية استوقفتني في القرآن الكريم طبعا الآن أفضل وقت للقراءة لأنه إحنا عنا وقت وجالسين في البيت فهذه دعوة كمان نقرأ القرآن ونتفهمه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يعني أنا بدأ حكي في موضوع مهم جدا اللي هي موضوع النكت والأفلام والفيديوهات والأغاني اللي عم تستهزئ في موضوع الكورونا أنا ما بنكر إنه موضوع الحال النفسي مهمة ولازم نرفع من معنوياتنا لكن بتصحى الصباح يعني بيكون عندك 400-500 مسج على الواتساب لما تيجي تفنترهم بتلاقي منهم يمكن 5-6 فعلا واشياء علمية أو أشياء من الدولة أو من الحكومة أو تعليمات والباقي كله يعني أشياء أنا بقول إنها يعني مفروض تنشط فهل عندك تعليق على هذا الموضوع يعني الناس اللي يعني بيذيعوا الرعب بين الناس أو اللي بيستقلوا يعني في مشكلة بالطرفين سواء اللي بينشر الرعب أو اللي يستهتر ويستهين بالخطر الناس لازم تكون بين بين البينين يعني لازم ما تنشر الرعب وبنفس الوقت لازم ما تقلل من الأمر لأن التقليل من الأمر يعني بيخلي الناس تستهتر آه وتدخل في التهلكة تدخل في التهلكة و إثارة الرعب كمان بنفس الوقت بتخلي الناس تحبط تخلي الناس تستسلم وتخلي الناس تعتبروا أنه أمر محسوم خلص وتيأس لكن إحنا المفروض أنه أمة وسط وجعلناك أمة وسطة هذا الوسطية في كل شيء والوسطية في التعامل وبعدين رد الأمر إلى أولي الأمر هذا من تعاليمنا رد الأمر إلى أولي الأمر القرآن نبهنا في أنه نرد الأمر إلى أولي الأمر وإلى أهل الذكر من العلماء والمختصين أهل الذكر فهذا أمر يعني إحنا مؤمورين فيه فمعرفته وتبين الحقائق أو المعلومات من خلال أهل الإختصاص والمسؤولين وأهل المسؤولية أمر مهم جدا ونشره بطريقة إذا كان تذيع الرعب فهذه مصيبة وإذا كان أنت تتعامل مع الأمر باستهتار فسؤالي البسيط يعني هل ترغب بأنه ابنك أو والدك أو أحد من أقاربك اللي بيعنوا لك ماشي أنه يستهتر بالأمر أنا شخصياً والدي بعيد عني هذه الألاف من الكيلومترات في الأردن ولما أسمع أنه مش ماخد دواء أو أنه مش رايح على طبيب أو أنه في شيء خطر عليه مباشرة باتصل فيه وبنبه الآخرين يهتموا فيه وبكلموا عن الموضوع بجدية وبتعامل بالموضوع بكل جدية ما بترك الأمر للاستهتار ونفس الوقت ما بيأسه فمسؤولية المسلم مش مسؤولية فقط عن أهله وأنا حقيقة هنا يعذرني البعض أني بتكلم عن المسؤولية المسلم في حين أنه المفروض نتكلم عن مسؤولية المواطن ككل لكن بجزء الجزئية اللي بنتعامل فيها أو اللي إحنا اللي فهمته من سؤال الدكتور جمال أن الرسالة بدو إياها لأشخاص معينين اتخذوا من هذه الأفكار الإسلامية ذريعة لتصرفاتهم وتوجيه الكلام بشكل مباشر مباشر إلهم وإلا هذا الكلام اللي بيحكيه هو معني فيه كل فئة من فئات الوطن الكندي سواء كان مسلم أو غير مسلم مؤمن أو غير مؤمن شو ما كان خلفياته صحيح صحيح ما يحصل الآن من وباء إن شاء الله البشرية برت خلال أوبئة كبيرة وأكثر وأصعب الإسبانيش فلو قتل من خمسين إلى مئة مليون شخص ومرنا فيه يعني يعني العلماء استطاعوا أنه يجتازوا هذه المرحلة وهذا بدعونا للتفاؤل في الموضوع طبعا بس بدنا نحكي عن نسيان الناس لآية اللي هي إن بعد العسر يسرى إن بعد العسر يسرى يعني هذه الآية رح تعطينا تفاؤل قوي بدنا منك مسج قوي شو ممكن نحكي عن موضوع التفاؤل بهذا الموضوع يعني ولا تقنطوا من رحمة الله هذا أمر عظيم جدا يعني أكثر من هيك نهي نهي واضح ومباشر عن عن القنوط وبعدين للعلم إنه القنوط واليائش البعض اعتبره أخو الكفر نعم لأنه معنى ذلك إذا أنت قنطت معنى ذلك إنك تنكر رحمة الله سبحانه وتعالى وتلغي يعني تخيل من الأثر وهذا يعني من الأثر لما جاء واحد رسول الله قال له ألي توبة قال له ذنبي كبير قال له ما هو ذنبك أكبر من الأرض قال له أكبر قال له أكبر من السماء قال له أكبر قال له أكبر من من العرش قال له أكبر قال له أكبر من الله قال له لا قال له إذن فالله يغفر الذنوب جميع يعني هذا في موضوع الذنب الاستغفار إذا كانت أنت حاس أنه ذنبك كبير فاستغفر أما موضوع البلاء فإحنا ما حسمنا إلى الآن أنه هذا بلاء اللي رح ينهي العالم فإذا إذا إذا قلت أنه هذا خلص أنا استسلمت هذا البلاء فكأنك أنت خلص تيقنت يقينا وعلمت بالغيب أنه هذا البلاء هو اللي رح ينهي كل العالم ولكن حقيقة كل الكلمات اللي كانت سابقا كل مرة يحكوا عن البلاء أنه رح ينهي العالم وأنا أنا أذكر زمان لما كانوا يقولوا 2020 هي نهاية الكون وإجت 2020 وهنا منتخطاها ماشي صحيح 2020 بدايات عصيبة لكن بعد ما يعني لسه بعد علامات الساعة اللي أصحاب المنهج هذا بيحكوا فيها ماشي لسه بعد ما شفوا هذا ماشي فيعني على الأقل عندهم يقينا بعد ما صار فالإنسان اللي بده يعني يتحدث بشيء يعني من العبارات اللي تعجبني كثيرا اللي هو عن العلم ماشي أنه بعض الأشياء الخوض فيها من الجدل ماشي من الجدل وأي عمل لا يؤدي إلى عمل فهو من الجدل أي أمر لا يؤدي إلى عمل فهو من الجدل فكيف إذا الواحد يأس وقنط واستسلم شايف إذا استسلم ويأس وقنط فمعنى ذلك هو بيخالف كل السنن الأنبياء جميعا سنن الأنبياء جميعا ويخالف مناهج الأديان جميعها كل مناهج الأديان تدعو إلى العمل وتدعو إلى مواجهة المخاطر وتدعو إنه إذا أنت كنت في البحر وغرقت ماشي بتدعو وتستغفر وتحاول إنك أنت تنقذ نفسك وتحاول أن تنقذ نفسك وإلا بالك يعني هو اللي بيكون في البحر وبيغرق ولا يستطيع السباحة وفي محيط مش الآية بتتكلم إنه بيدعو الله سبحانه وتعالى في عرض البحر فهو لما بيدعو الله سبحانه وتعالى هو بيدعوه عشان ينقذه ولا بيدعوه عشان إيش ما هو بيدعوه عشان ينقذه واللي بيدعوه عشان ينقذه معنى ذلك ما زال حتى في هذه الحالة ما زال عنده تفاول وعنده أمل طويل فموضوع القنوط والإحباط واليأس هذه مصطلحات مش موجودة عند الإنسان يعني طويل يعني الإنسان اللي ربنا خلقه بفطرته ما بصير يكون في عنده قنوط ويأس فكيف بي اللي يعتبر إنه هناك إله يدير هذا الكون ووضع فيه سنن يستطيع من خلالها إنه ينجو وأمر ومش بس مش بس تركها للتحبب أمر أمر إنه يأخذ بهذه الأسباب وينجو بكير لأنه حتى عند المسلمين النجاب الروح والنجاب النفس واحدة من الضروريات عند المسلم يعني مش بكيفك إنه والله تنجو أنت بنفسك لا هذه واحدة من الأشياء اللي فرض عليك إنك تحمي نفسك وتجو بنفسك فرض عليك إنك أنت تتعالج فرض عليك إنك إنك تخرج من 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 الأزمات فرض عليك لكن الفرض هذا بيكون بالعمل مش الفرض بيكون بالتواكل والكسب طيب في نهاية اللقاء هذا أول شيء حابب بإسمكم أشكر أخونا وصديقنا الأستاذ محمد تميمي على العفو يسيب العفو اللي هو يعني أعطانا يا من عائلته وكان حكالي إنه بده يروح يسوي عشرة وعشرة ستة فأخذناهم منه حلق حجة حجة طبعا بدي بس في نهاية أشكركم وأشكر جميع اللي كانوا معنا طبعا كلهم بدعونا بالخير والبركة ندعو لهم بالصحة والعافية يا رب وآخر كلمة أستاذ محمد أنا صراحة وحقيقة بدي أشكرك وأشكر جهودك وأعود وأكرر أنه يعني إحنا بنتفائل فيك لما نشوف لما نشوف النشاط والحيوية والعمل العمل وهذا حقيقة إحنا بنسعى أنه يكون في عنا عرب يغير الصور النمطية اللي كانت موجودة عن العرب وأنت مثال لتغيير هذه الصور النمطية والأمر الآخر اللي ممكن نخرج فيه من النقاش هذا كله اللي هو العمل وأنه حقيقة كل شيء بعرض علينا من من أفكار من تصورات من من أحكام لازم نحاكمها إلى قاعدة العمل هل هذه الأحكام تؤدي إلى عمل صحيح ولا لا تؤدي إلى عمل أو تؤدي إلى عمل خاطئ إذا وجدنا أنها تؤدي إلى عمل صحيح فمعنى ذلك نشتغل ونعمل ونتحرك إذا وجدنا أنها لا تؤدي إلى عمل فبالتأكيد هذه لا يدعو بها أي عاقل فكيف بدو يدعو فيها رب الأكوان أحكم الحاكمين مبارك الله فيكم مبارك الله فيكم شكرا للكم جميعا وندعو لكم بالصحة والعافية ولأهليكم إن شاء الله ربنا يفرج عنا هذه الكربة إن شاء الله تكون الفرج قريب عليكم بالدعاء والعمل معا بتوازي وتوازن والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة